روسيا تخوض حرباً عدوانية ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وفي المقابل تخوض حرباً إعلامية ضد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي من أجل تشبيه سمعة زيلنسكي والتأثير على الرأي العامي الداعمي لأوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي على المدن والبلدات الأوكرانية. فبحسب مركز مجلس الأمن القومي والدفاع لمواجهة التضليل الذي قدم تقريراً تحليلي عن حملة للتأثير المعلوماتي في الفضاء الإعلام الأفريقي، ونتيجة لرصد الفضاء المعلومات الدولي، كشف المركز عن حملة نفوذ إعلامية معادية موجهة ضد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي وحشيته حملة تحدث تشويه سمعة زيلنسكي وأوكرانيا بين الشركاء الدوليين والتأثير على الدعم العالمي لأوكرانيا من خلال استخدام موارد ووسائل الإعلام الأفريقية. ومن جانبه قام مركز مواجهة التضليل بتحليل المواد الإعلامية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والروسية لوسائل الإعلام الأفريقية والروسية للفترة من 20 أغسطس من عام 2023 إلى 31 يناير من هذا العام، حيث اكتشف المركز خلال هذه الفترة عددا من الأخبار والمعلومات المزيفة في الفضاء الإعلامي وخاصة في الدول الأفريقية. ومن بين الأخبار المضاللة التي تم رصدها في القارة الأفريقية وهي إحدى أكثر الأماكن تأثيرا في البروباغاندا الروسية العثور على منزلا فاخرا يعود لعائلة الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي في جمهورية مصر العربية وإنفاق زوجتي زيلنسكي أولينا زيلنسكي مليون دولارا في رحلة تسوقية في ولاية نيويورك الأمريكية وتورط مؤسسة أولينا زيلنسكي الخيرية في بيع الأطفال بالإضافة إلى شراء الرئيس الأوكراني يختن بمبلغ 75 مليون دولار واغتيال الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي وتخطيط أوكرانيا لشراء اليورانيوم من النيجر لإنتاج الأسلحة النووية معلومات ومقالة صحفية عجت بها وسائل الإعلام الأفريقية لا تستند إلى الواقع ولا إلى أخلاقيات العمل الصحفي في تقص الحقائق ولكن كان الهدف منها الإدرار بأوكرانيا من خلال تشويه سمعة رئيسها والنظام الحاكم في ظل الحرب الروسية المتواصلة على أوكرانيا بأشكالها المختلفة حيث تصدر خبر العثور على منزلا فاخرا لعائلة رئيس أوكرانيا بلاديمير زيلنسكي على سواحل مصر بمجلة بونش الناجيرية مقالا بعنوان العثور على فيلة فخمة لعائلة رئيس أوكرانيا بلاديمير زيلنسكي في سواحل مصر وجاء في المقاد المنشور المتعلق مع الصحفي المصري محمد العلوي بتاريخ 20 أغسطس من عام 2023 عن فيلة في منتجع الجونة المصري يزعم أنها مملوكة لعائلة زيلنسكي وفي ذا النطاق واصل الصحفي المصري محمد العلوي في تقديم معلومات زائفة حول شراء زيلنسكي منزلا فارها في مصر من خلال مقطع فيديو أدعى فيه أنه رأى بنفسه اتفاقية شراء العقار الموقعة باسم إحدى أقارب زيلنسكي بتاريخ 16 مايو من عام 2023 وبحسب الصحفي الذي يدعي أن المعلومات المتعلقة بشراء المنزل وصلت إليه من خلال مصادر موطوقة التي لا شك في مصداقيتها على حد قوله وبالإضافة إلى ذلك تشير مجلة بونش الناجيرية إلى أن وفقا للمحلل السياسي عبد الرحمن عباسي فإن إحدى أقارب الرئيس الأوكراني اشترى العقار بأموال المساعدات الإنسانية التي خصصتها الدول الغربية لأوكرانيا لصد العدوان العسكري الروسي وفي الوقت نفسه لم يتسنى التعرف على هوية العباسي وتسجيله الوظيفي ونتجة لذلك انتشرت الأخبار المضللة حول ما يسمى بشراء زيلنسكي منزلا في منتجع الجونة المصري على نطاق واسع في الإعلام الروسي والإعلام التابع له في أفريقيا والعالم كأكبر حملة تضليل وتشويه لسمعة أوكرانيا التي تخوض حربا عادلة في الدفاع عن أراضيها مجلس الأمن القومي ومركز مكافحة التضليل وبالتعاون مع مكتب رئيس أوكرانيا أثبت أن عائلة زيلنسكي ووالديه لا يمتلكون أي عقارات في جمهورية مصر كما لم يتم العثور على ما يؤكد وجود الصحفي المصري محمد العلوي مما يشير إلى احتمال استخدام أداة الذكاء الاصطناعي في انتحال شخصية الصحفي بالإضافة إلى ذلك فإن حساب محمد العلوي على اليوتيوب والفيديو الذي تم نشره عن منزل زيلنسكي مؤرخان في نفس اليوم مما يشير إلى وجود تلاعب متعمد وأن هذه الأخبار والوثائق المزيفة روجت لها الدعاية الروسية من أجل تشويه سمعة فلاديمر زيلنسكي على الساحة الدولية موسيقى